تثمين التجربة الجزائرية في مجال التكفل بمختلف شرائح المجتمع على غرار المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتبادل التجارب مع الدول حول المكتسبات الاجتماعية تلك كانت أهم محاور ملتقد ولي تحت عنوان مكتسبات اجتماعية بريهانات اقتصادية في هذا الإطار تم توجيه السياسة العمومية خلال السنوات الأخيرة نحو دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر تثمين الأجور لصالح أكثر من مليوني فاصل ثمانية مليون موظف وعون متعاقد وتعزيز العدالة الضريبية وضمان تغطية الاحتياجات الأساسية خاصة لفئات الهشة فضل عن تعزيز مختلف برامج المساعدة الاجتماعية بما فيها تثمين المنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين وتحسين أداء صندوق النفقة لفائدة النساء المطلقات اللواتي تقول لهن حاضنة الأطفال اللقاء رفيع المستوى الذي بادرت به وزارة التضامن الوطني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة بالجزائر للسكان كان مناسبة للتذكير بما سجلته الجزائر خلال السنوات الأخيرة من مكتسبات وبرامج اجتماعية لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية لا سيما بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 فقد تجسد لأول مرة في دستور نوفمبر 2020 مبدأ المناصفة بين الجنسين في تولي الوظائف وسوق الشغل وتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتزام الدولة بتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية كما كلفت الحكومة مطلع 2021 من قبل السيد الرئيس بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز آليات دعم خراط المرأة لا سيما الريفية في مصاري الانتاج الوطني الاستجابة للانشغالات الاجتماعية للساكنة التزام وضعته الدولة في صلب الأولويات فرغم التغيرات الاقتصادية الراهنة إلا أن الجزائر تواصل جهودها لتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لأفراد المجتمع